حضرتك كزوجة أو كبنت أو كفتاة مش لازم تاخدي معاك عدة من المستحضرات التجميل ده أنت راحة أجازة وإنتوا لو خدتوا بالكوا إنتوا تحديداً لو خدتوا بالكوا من الناس اللي إنتوا بقى بيتتابعوهم على السوشيال ميديا والحاجات دي كلها اللي هم الفنانات مثلاً أو المشاهير من السيدات والفتيات تبصت لو قوم في خروجاتهم العامة أو في حياتهم العامة ما بيحطوش ميكب لأن هم عارفين كويس قوي أن في مهنتهم مهنت مثلاً التمثيل أو مهنت الغناء اللي هو بيسمول شو بيزنس يعني أو مهنت عارضة الأزياء أو كده بتتعرض ليه كمية كبيرة جداً من مستحضرات التجميل فلما بتصدق أنها تبقى عندها مثلاً أجازة تقوم إيه زي ما بتقول كده بالتعبير الدارج تريح والشاه خلاص أو تريح شعرها مش لازم بقى تبقى الحاجات اللي بتتعمل في الشعر من وسائل بقى الفرد الشعر والسشوار والكوافير والمش عارف إيه وبتاع ولا مستحضرات التجميل الكسيفة دي ده انتوا في أجازة خلاص برضو من الحاجات اللي اللفتة نظري قوي الفيديوهات اللي بقى تتعمل من بنات اللي هم المؤثرات مش عارف أنا يعني مش بتريق والله بس وصل الموضوع بقى يعني غريب شوية بشوف فيديوهات عن البنات بيعملوها لبنات زيهم يعني عن طرق وضع الميكوب يعني أنا في حد يعني مشكوراً لفت نظري للفيديوهات من النوع ده قال حاشفت عجب يعني أنا لو الكلام ده بيتنفس فعلاً تبقى مصيبة تبقى كارسية يعني تلاقي واحدة طلعة هي بقى عبارة عن إيه بتعمل تيتوريال يعني تيتوريال اللي هو إيه تدريب عملية تمام تيتوريال دي على فكرة كلمة كنا احنا بنستخدمها وإحنا طلبة في كله الطب هي تحولت كده بقدرة قادر إلى إنها بقت تستخدم في الميكوب تمام أنا مش معترض بس الحياة بقى أنا معترض على المحتوى يعني مش معترض على المبدأ بس معترض على المحتوى أبصي لاي واحدة طلعة عملة تقول بقى نبتدي مش عارف بإيه ونعمل إيه وتلاقي الفيديو وقدته مثلاً نصف ساعة تلت ساعة وحاجات عملة تتحط طبقات 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 فوق بعض طبقات فوق بعض إيه ده أنتو مش مدركين حجم الضرر اللي بتسببوه لبشرتكم أو لوشوكم مش مدركين إن كل هذه الأدوات إن شاء الله ربنا يقدرني وعمل لكم كده حلقة أو جزء من حلقة يعني عن أضرار الحاجات دي أضرار مستحضرات التجميل والحاجات دي كلها تمام وكريمات تفتيح البشرة فتلاقوا إن في والبنات بقى بيتابعوا فيتابعوا دي في حد ذاتها بالنسبة لنا مؤشر خطير يعني ولكن الأخطر لما بفكر إنه يا نهاري سود هو في بقى بنات ممكن تعمل زي ما زي ما البنت دي بتعمل كده يعني ياخدوها مسأل وقدوة ويعملوا كده ده حاجة مضرة جدا جدا اللي انت بتعمليه ده مضر جدا إنك تقعد يتحطي ميكاب تلت ساعة ونص ساعة وطبقات وتبتدي بإيه وتعملي إيه على الخدود وتفرشي إيه وبعدين تزودي إيه وتعملي إيه في العينين وتعملي إيه يا جماعة مفيش حد ضد الجمال ومفيش حد ضد الأناقة لكن خلوا عندكم ثقة في نفسكم إنه مش لازم الاستعانة بكل هذه الوسائل علشان تقتنعوا إنكم هتبقوا أجمل هتبقوا أحلى أنا مش بكلم كلام نظري ولا كلام فلسفي أنا بقول لكم كلام كأخ أكبر كأب كصديق يعني اسمعوا الكلام ده من وجهة من وجهة نظر بقى الزكورية من وجهة نظر رجالية إحنا كرجالة أحيانا بنبص على هذه المشاهد وبنقض نتاريق بنقض نتاريق يعني بنقض إيه يعني إحنا كده بقى بنقضوا إيه أنا رسو تبص الستة دي عاملة إيه كده هي إيه اللي عاملة في نفسها ده ده إحنا عاديين على شاطئ أو عاديين في أجازة فتلاقي فيه ميكاب ومجوهرات ومش عارف إيه ليه كل ده ليه كل ده ليه ثقتك في نفسك وثقتك في جمالك وثقتك في يعني نظارة بشرتك وثقتك في شخصيتك قبل كل حاج وفي ثقافتك وفي أخلاقك وبشكل عام هم دول اللي بيكونوا التقرير النهائي أو الرأي النهائي عن حضرتك اللي هو برضو مش مهم بالنسبة لأي حد المهم إنه قدام نفسك يعني أنت مش هتكتسبي قيمتك من إن الناس تقول عليكي كويسة لا لازم أنت اللي تكوني حاسة إنك كويسة وتكوني حاسة إنك جميلة وتكوني حاسة إنك أفضل وتكوني حاسة إنك مثقافة وتكوني حاسة إنك محترمة وتكوني حاسة إنك لكي دور في الدنيا وهكذا ما عليش أنا استرسلت بس في النقطة دي شوية يعني نظراً ليه إنه الواحد الحاجات اللي شافها الحمد لله يعني الواحد ما تكملش في الحاجات دي بس الواحد بس شافها من باب برضو إنه هو لازم يعلق يعني أو لازم وأنا هنا بعلق من منظور طبي ومنظور وقائية تمام